صعوبات كثيرة تواجه المستشفيات والأطباء في مدينة كوانزو الصينية مع التزايد الهائل في أعداد الولادات فتخفيف السلطات الصينية في عدد من المقاطعات القيود بشأن سياسة الطفل الواحد دفعت آلاف الأسر إلى التقدم بطلبات لإنجاب طفل ثان قيود نصت بعد تعديلها على السماح لكل أبوين وحيدين لأهلهما بإنجاب طفل ثان وذلك كي يتمكن هذا الطفل من مساعدة عائلته في الزراعة في المستقبل وبلغ عدد المتقدمين بطلبات لإنجاب طفل ثان في كوانزو أكثر من 22 ألفا حتى نوفمبر الماضي ومع ارتفاع نسبة الولادات بين 20 و30% خلال الأشهر الثلاثة الماضية تعاني المستشفيات من نقصا كبيرا في الطواقم الطبية والأسرة كان لدينا مئة سرير في قسم الولادات لكن مع الارتفاع الكبير في نسبة الولادات قمنا بزيادة 40 سرير التواقم التي كانت تعمل في الدوام الصباحي أصبحت تعمل ساعات إضافية لمساعدة التواقم المسائية ومن المتوقع ارتفاع عدد الولادات بشكل كبير في الصين بحلول فبراير المقبل الذي يصادف نهاية عام الحصان حسب التقويم الصيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر